لو أنا نشأت فيدي وآمنت ثم تعقلت هفضت طول عمري على أساطير الديانة الفيدي إيسي بقى على الباقي فأنا لازم أبدأ بالعقل طبعا فالعقل يوصلني للإيمان ودي على فكرة دي مسألة على فكرة معظم الفلسفة مؤمنين عكس الناس فكراء يعني هناك عبارة شهيرة تقول وخريك بتقول فعلا كلمة عكس ما الناس تفتكروا أيه طبعا معظم الفلسفة مؤمنين بدرجات مختلفة من الإيمان لأن الإيمان مش قتلة واحدة يعني حد يقولك قليل من الفلسفة يؤدي إلى الكفر أو قليل من التفكير يؤدي إلى الكفر لكن كثير من الفلسفة أو كثير من التفكير يؤدي للإيمان وده حصل معنا شخصيا يعني أنا قردت وأنا في قولة سنوي مفكر بريطاني شهير جدا مرموق وهو عالم الرياضيات أيضا بيرتراند رسل بيرتراند رسل دمه الحد وكان الدخول إلى عالمه كان دخول شائك أنت في قولة سنوي وداخل بتقرأ بيرتراند رسل يبقى إذن أنت هتخرج زي هتخرج ملحدة لكن الحمد لله دخلت إلى عالم بيرتراند رسل مبكرا وخرجت منه أكثر إيمانا فتفكير يؤدي للإيمان وليس إلى الكفر حضرتك بعض التفكير هو الذي بعض التفكير أو التفكير المكتزئ هو الذي يؤدي للكفر طب إيه الفرق يا دكتور؟ يعني وحدك بتكتب كتير في هذا الموضوع بين تجديد علوم الدين وأحياء علوم الدين بص يا حضرتك هو أنا لازم أعمل التمييز حاجة بتقوليه بالإضافة لتمييزات أخرى أول حاجة الدين غير الخطاب الدين والدين غير الترص أي فالدين ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أي القرآن والسنة المتوترة السابتة بيقين عن رسول عليه الصلاة والسلام ذلك هو الدين هذا الدين اليوم أتملت لكم دينكم هذا هو الدين القرآن والسنة المتوترة المبينة للقرآن ما خلف ذلك ليس دينا ده خطاب ديني ده خطاب بشري إذن أنا وصلت إلى المرحلة أنه ده خطاب ديني خطاب بشري إيه هو الخطاب الديني؟ الخطاب الديني ببساطة هو كل ما يكتبه العلماء كل ما يكتبه الكتاب كل ما يكتبه المثقفون كل ما يقوله الأئمة ده خطاب ديني يعني حديثونا نحن عن الدين ده خطاب ديني وبالتالي الدين غير الخطاب الديني هل الدين الخطاب الديني ده خطاب بشري يعني هو عادة عادة أو ذلك هو المفروض أن يستند على الدين مظبوط بس ماذا استناده بيختلف من شخصا للتاني لأنه طريقتي في الاستنباط مختلفة عن طريقة حضرتك في الاستنباط مختلفة عن طريقة أبو حنيفة في الاستنباط مختلفة عن طريقة ابن حنبل في الاستنباط يعني هل أستطيع أقول أن كل ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام ابن حزم هذا هو الدين؟ لا طبعا بدليل الاختلافات اللي ما بينهم بديه الاختلافات فالمذاب أساساً مش أربعة المذاب عشرات المذاب الفقهية على فترة فدي طريقة فهم الناس للدين لكن الدين نفسه الدين نفسه لأ الدين نفسه هو القرآن نفسه والسنة المتوثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيّنت القرآن الخطاب الديني ده قابل للتغيير بدليل أن العلماء الكبار نفسهم أرأهم كانت تختلف من وقت للتاني أن الناس بتعتقد النقاط الخلافية بين الفقهاء أكيد حد صح وأكيد الباقي غلط نحن بنقول بنظرية اسمها تعددية الصواب تعددية الصواب تعددية الصواب دي معناها أنه ممكن يكون الحاجة الواحدة عليها أكتر من تفسير والتفسيرات دي كلها صحيحة وعلى فكرة أنا لست مبتدعاً أنا هنا مقلد للرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بني قريزة لما قال المسلمين ألا لا يصليان أحدكم العصر حتى يصل بني قريزة أهو وجههم أنه ما فيش حد يصلي العصر لحد ما يوصل بني قريزة فكان ده كان بعد صلاة العصر قبل ما يوصلوا بني قريزة الشمس كانت هتغيب وكانوا لسه ما صلوشوا العصر ففي المجموعة قالت لا نحن نصلي العصر دلوقتي وبعدين نكمل المجموعة تانية قالت لا طالما الرسول قال ألا يصليان أحدكم العصر حتى يصل بني قريزة نحن بش نصلي لما نوصل بني قريزة تخنقوا ما تخنقوش هم اختلفوا بس ما تخنقوش ففي مجموعة وقفت تصلي العصر وبعدين نكمل وفي مجموعة تانية قمت مكملة ووصلت بني قريزة وصلت العصر مع المغرب وما تخنقوش قاموا بالمهمة كاملة لما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم سألوا احنا بعضنا عمل كده وبعضنا عمل كده وانت قلت كده فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الجميع ده حديث صحيح أقر الجميع يعني اللي صلوا قبل أن يصلوا بني قريزة صح واللي صلوا هناك صح لا ايه الفرق بين الاتنين فرق بين الاتنين بين اللي بيفسر القول الديني تفسير حرفي واللي بيفسره بالمقصد ايه اللي بيفسره حرفي ما صلاش العصر إلا لما وصل هناك بعد صارة المغرب ده التفسير حرفي ألا لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بنا القريزة تفهمها حرفيا واحد قالك لا ده المقصد أن الرسول كان طالب مننا أن احنا نسرع في الوصول نسرع فين في الوصول ما نضيعش وقت فاخدوا بالمقصد فسواء أنت من أهل الرأي أو من أهل الحرف فهنا فيه تعددية الصواب وممكن أضرب الحريك مثل تاني اللي دي نظرية مهمة جدا هتحل كتير جدا من مشاكل التطرف الناس اللي بكفر بعضها يعني ده كله ملوش ألقى بالثوابت على فكرة لأن الدين ثوابت ومتغيرات الثوابت أنا مثل غيري أؤمن بالدنيا يعني لا نناقشها يعني لا نناقشها أركان الإيمان أركان الإسلام كل شيء ثابت غير قابل للنقاش غير قابل للنقاش طبعا والقرآن نفسه فيه ثوابت ومتغيرات يعني الآيات المحكمات في القرآن دي آيات لها معنى واحد لها معنى واحد زي أقيم الصلاة معنى واحد فدي ثوابت لكن فيه آيات تانية تحتمل أكثر من معنى فهنا الأكثر من المعنى بيكون ممكن يكون كلهم صح شكرا